طبعاً نحن في موضوع ردنا أن نضيفه بعد ما وزير الإعلام حكي عن كل تفاصيل الجلسة أساسي وحيوي جداً طبعاً هذا موضوع بالاشتراك بين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة ووزير الزراعة كمان حيعطي رأيه بالموضوع في عنا مشكلة اليوم كتير كبيرة من المشاكل الكتيرة للأسف اللي عناياها بالبلد هي موضوع محصول القمح هذا الموضوع نحن اشتغلنا عليه تقريباً كل فترة هالحكومة وسعينا جاهدين بالتنصيق بين الوزارتين ومشكورة أيضاً وزارة الزراعة الدول الرائد اللي لعبته بموضوع تطوير زراعة الأمح الطري في لبنان ولو نحن عم نشتغل ضمن نسب معينة سنوياً بس هايدي بداية جيدة أحسن ما إنه ما نعمل شيء والموسم الحالي موسم واعد بالأمح الطري وبالأمح القاسي ونحن علينا واجب كدولة لبنانية أنه ندعم المزارع وقالنا ما بقى نحكي عن دعم المزارعين واجبنا الوحيد هو نشتري محاصيل القمح منهم تاريخياً هايدي كانت أحد الأسس المؤسسة لدعم الزراعة اللبنانية إذا اليوم نحن بدنا نحكي بقطاع زراعي بدنا نحكي بعودة المزارع اللبناني إلى التعلق بأرضه وزراعة أمحه لنطعم الناس خبز دولة لبنانية بدأت تشتري الأمح هايدي يعني لا نقاشة فيها اليوم نحن بالجلسة ما اتطرقنا لكل التفاصيل لأنه أنا ومعالي وزير الزراعة الجلسة القادمة بدنا نقدم تفاصيل كميات محاصيل القمح بتفاصيلها شو طاري قدي في طاري قدي في آسي شو حاجة البلد طبعاً حاجة كاملة للأمحة الطارية لأنه بنعمل منه خبز وحاجة معينة بالقمح الآسي اللي قسم منه نحنا كمانا بنقدر نصدره بدنا نعمل لائحة بالأرقام بده يطلع معنا رقم معين على الدولة اللبنانية والوزارات المعنية بطلعتها وزارة المالية ومصر في لبنان أنه يأمنوا هذه الأموال لأنه نحن مجبورين أنه نشتري هذا الأمح ولازم نشتري هذا الأمح كلنا بنعرف إمكانيات الدولة ضئيلة بس هذا موضوع أمن غزائي موضوع حيوي موضوع أساسي وعملنا عليه جاهدين وأخذنا نتاج إيجابية إذا بدنا نشوف هالنسب اللي هي اليوم 10 و 15 و 20 بالمية من الأمح الطري بده تسير 30 و 40 و 50 أنا أبأكد لكم ما بتسير إذا ما اشترينا الأمح وما بتسير إذا ما دعمنا المزارع فهيدي مهمة أساسية بملف الأمن الغزائي نأمل أنه نقدر ناخد قرار يصبح نافذ بالجلسة القادمة من جلسة مجلس الوزراء اللي هي يمكن تكون الأسبوع القادم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم